نروح ليه؟ النادي الاهلي ماذا يحدث في النادي الاهلي قبل مباراة نادي الزمالك تعالوا نشوف اولا يبزل الجهاز الطبي بالنادي الاهلي محاولات مكسفة مع حمد فتح لاعب الوسط من اجل تجهيزه لمواجهة الكمة بعد الاصابة التي تعرض لها في لقاء سموحة بكأس مصر وان كانت هناك تحذيرات طبية من تفاقم اصابته في الكاح الحال دخل في التحام قوي خلال الكمة يعني لو شارك حمد فتح في مباراة الكمة ممكن يبقى فيها المخاطر ثانيا يقضع السنائي عمر السلاية ومحمد عبد المنعم الى اختبار طب اخير غدا من اجل حسم موقفهما قبل الكمة وان لم ينجح السلاية في تجاوز الاختبار وتأكد غيابه وايضا لم يلحق حمد فتح باللقاء يفكر مرسي الكرة المديل الفني في الدفع بمراوان عطية بجانب الو ديانج في وسط الملعب رغم انه يتحفز على هذا الامر نظرا لعدم انسجام مروان بشكل كامل مع الفني ثالثا حتى الان رامي ربيع هو المدافع الاساسي للأهل في اللقاء بسبب غياب محمود متولي للإقاف وايضا عدم وضوح موقف السنائي محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم بسبب الاصابة وفي حال غيابهما يدرس مرسي الكرة الدافع بمحمد هاني في مركز المدافع المسيج بجانب ربيع على ان يلعب خالد عبد الفتاح في مركز الظهير الايمن رابعا مرسي كولر تحدث مع جهازه المعاون عن رغبته في ان يكون السلاسي الهجومي للفريق خلال القمة كهرباء عبدالقادر والشحات كما كان تشكيل الفريق في القمة وذلك حال لم يتعرض اي منهم للاصابة او يطرق اي جديد على الفريق ان هو عايز كهرباء وعبدالقادر والشحات زي اللي حصل فيه المباراة المضاية امام فريق السموح عقد مرسي الكرة جلسة خاصة مع كهرباء اكد له ان مستوى امام سموحة مجرد بداية وعليه العمل بشكل اكبر حتى يقدم مستويات جيدة كما تحدث ايضا سال عبدالحفيز مدير الكرة مع كهرباء وطالبه بالهدوء في مباراة القمة وعدم الاستجابة لاي مؤثرات خارجية او داخلية في الملعب والتركيز في التعليمات الفنية فقط مرة اخرى مرة اخرى عشان الكلام ده مهم جدا كلام ده مهم الكهرباء وكل العاب الاهل وكل العاب الزمالك كما تحدث ايضا الكابتن سال عبدالحفيز مدير الكرة مع كهرباء وطالبه بالهدوء في مباراة القمة وعدم الاستجابة لاي مؤثرات خارجية او داخلية في الملعب والتركيز في التعليمات الفنية فقط ياريت لكل اللعابين مش بس كهرباء الالتزام 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 خلوه المباراة حلوة المباراة اللي قالوا الزمالك تبقى حلوة الزمالك اللي قالت تبقى حلوة خلوها حلوة خلوها حلوة ايه كورة بقى بلاش عشان ما نروحش لايه لسيكك ما منحبهاش نتكلم في اكبر فرقين في الكرة المصرية اكبر فرقين في الوطن العربي يقدمونا مباراة محترمة يوم السبت ان شاء الله